مطالب شعبية باطلاق عملية عسكرية لاستكمال تحرير التعز والاتحاد الاوروبي يدعو الى هدنة طويلة في اليمن قتلى وجرح حوثيون بنيران الجيش شمال الضالع والحكومة تدين استخدام الميليشيا للمدنيين دروعا بشرية وفي المهرة دعوات الى حماية الثروة السمكية من عمليات التجريف والصيد العشوائي نشرة التاسعة من يمن شباب أهلا بكم والبداية من تعز حيث تجددت المطالب الشعبية اليوم للمجلس الرئاسي بسرعة اطلاق عملية عسكرية لاستكمال تحرير المحافظة والمحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوث الارهابية وشدد المحتجون في وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة بساحة الحرية ظهر اليوم على ضرورة دعم الجيش الوطني لتحرير محافظة تعز وفك الحصار المفروض عليها منذ ثماني سنوات المحتجون قالوا ان مصير الميليشيا الحوثية الى زوال وسط تعهد بتقديم التضحيات حتى تحرير اخر شبر في البلاد من البد الايراني واعرب المحتجون في هتافات عن استيائهم من تخاذل الحكومة والمجلس الرئاسي تجاه عملية التحرير واعتبروا ذلك تقاعسا وخذلالا وهروبا من الواجبات والمسئوليات الدستورية والاخلاقية هذا ودع ناشطون المجلس الرئاسي والسلطة المحلية الى دعم الجيش الوطني في تعز واكدوا انه لا يمكن فك الحصار عن المحافظة الا باطلاق عملية عسكرية تطرد الميليشيا الحوثية وتنهي وجودها نحن اليوم ادينا صلاة القمعة في ساعة الحرية ووقفنا وقفة احتجاجية وطالبنا فيها بدعم الجيش الوطني هذا الجيش المقاوم هذا الجيش الصامد الصابر في هذه المحافظة البطلة المحاصرة ثمان سنوات من الحصار وثمان سنوات من الخذلان لا لدعم الجيش ولا للمقاومة الشعبية نطالب السلطة المحلية في تعز وايضا نطالب المجيش الرئاسي بدعم الجيش الوطني في تعز لدحر الحصار وتحرير هذه المحافظة الصامدة اليوم من هنا من ساحة الحرية خرقنا تأييدا للجيش الوطني ونطالب الرئاسة بدعم الجيش الوطني بالسلاح والرواتب والدعم من اجل تحرير وفك حصار هذه المدينة والتحرير الشامل لليمن اليوم نحن مطالبنا واضحة هو الجيش الوطني هو دعمه والحل من اجل فك الحصار والتحرير والدحر هذه الميليشية التي تحاصر المدينة منذ تسع سنوات عسكريا نفذت قوات مشتركة من الجيش والمقاومة هجوما باتجاه مواقع تمركز ميليشيا الحوث الارهابية شمالية محافظة الضالع وقال مصدر عسكري ان وحدات خاصة نفذت عمليات عسكرية باتجاه مواقع تمركز الميليشيا في قطاعي الفاخر وبتار مضيفا ان هذا الاستهداف حقق اصابات مباشرة في صفوف الميليشيا وخلف قتلى وجرح من عناصرها اضافة الى اعطاب الية عسكرية المصدر اشار الى احتدام مواجهات في مواقع الخلل ووينان والزيلة بجبهة موريس تمكنت فيها القوات المشتركة من الجيش والمقاومة من اخماد نيران اسلحة الميليشيا الحوثية من خلال قصف مباشر ومركز استهدف مواقع تمركزها ومنذ امتهاء الهدنة في الثاني من اكتوبر الماضي صعبت ميليشيا الحوثي من هجماتها على مواقع الجيش والتجمعات السكنية ما اسفر عن سقوط شهداء وجرح في صفوف المدنيين والعسكريين في السياق اقدمت ميليشيا الحوثي الارهابية على وضع المدنيين في مديرية موريس بمحافظة الضالع دروعا بشرية وفق ما اكده بيان لوزارة حقوق الانسان نددت فيه بهذه الجريمة وقالت الوزارة ان الميليشيا اجبرت سكان قرية يعيس شمال مديرية موريس على تركيب ونصب خيام في طريق الخط العام وهي منطقة تماث عسكرية بهدف وضع السكان دروعا بشرية في هذا المكان العملياتي الخطير واشار البيان الى ان هذا العمل الاجرامي الجبان يمثل انتهاكا واضحا وتعسفا لحق الحياة وضربا متعمدا للقانون الدولي الانساني في اتفاقيات جينيف والبروتوكول الاضافي الاول لحماية المدنيين في الصراع وهو ما يعتبره نظام او نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية من اعلى جرائم الحرب ودعت الوزارة المجتمع الدولية والمنظمات الدولية الى الوقوف بمسؤولية والتحرك السريع من اجل انقاذ السكان المدنيين الابرياء من هكذا جريمة ستكون نتائجها وخيمة وكارثية نبقى في الضالع حيث شيعت جموع غفيرة ظهر اليوم جثمان الشهيد الرائد خالد المجلي المشرقي اركان حرب الكتيبة الثالثة في اللواء الرابع احتياط موكب التشيع انطلق من مستشفى النصر في الضالع وصولا الى مقبرة الشهداء في منطقة حمر بقعطبة حيث ادت جموع المصلين الصلاة عليه ووري جثمانه الثرى وتوفي الرائد مجلي يوم امس متأثرا باصابته جراء حادث مروري اثناء عودته من اداء الواجب في قطاع غلق العسكري على اطراف مدرية قعطبة تتعدد اشكال الرفض الشعبي لميليشيا الحوثي نتيجة ممارساتها العنصرية ونهجها الامامي ومولاتها لنظام الارهاب الايراني المزيد في سياق تقريرنا التالي اتخذ اليمنيون من المناسبات الاجتماعية كمناسبات الزفاف وحفلات التخرج والمآتم وتشيع الجنازات الشخصيات الوطنية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي فرصا للتعبير عن رفضهم للميليشيا المدعومة من ايران وفكرها الطائفي وتعزيز الانتماء الوطني والولاء للجمهورية اليمنية بالرغم مما تمارسه الميليشيا منذ سنوات من التدخل في خصوصيات اليمنيين واستغلال مناسباتهم الاجتماعية وتوظيفها لصالق فكرها ومشروعها الامامي ويبرز شيء من ذلك الرفض في جنازة الشاعر اليمني الكبير عبدالعزيز المقالح بعد رفض اسرة المقالح مشاركة الميليشيا الحوثية في تشيغه فيما احتشد الالاف من اليمنيين لتشيغ جثمانه في احدى مقابر صنعاء معبرين عن حزنهم الكبير لرحيل احد مؤسسي الجمهورية سبق ذلك في تشيغ الناس للعلامة محمد اسماعيل العمران العام الفائت وكذلك فعل اليمنيون في جنازة الشيخ حسين الاحمر وفي حفلات التخرج ايضا كان الطلاب قد بدأوا بمناهضة الحوثي في حفلات تخرجهم الى ان سيطرت عليها الميليشيا الحوثية بمسمى نادي الخريجين ووضعت مشرفين على الحفلات لمراقبة كل فقرات الفعاليات للخريجين كما شوهد عزف النشيد الوطني واغاني وطنية في بعض الاعراس وتعد هذه الحركات محاولة رمزية ورفضا ضمنيا لهذا النزوع الميليشاوي الكهانوتي الا ان هذه المحاولات المعبرة عن عدم القابلية للعصابات الحوثية تظل بسيطة مقابل ما تمارسه الميليشيا من تحشيد هائل وتوظيف كل الموارد وادوات الاكراه لتغيير البنية الثقافية للمجتمع وهذا يتطلب من اليمانيين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي مواصلة توعية المجتمع في التعبير عن رفضهم لممارسات الميليشيا الحوثية وافكارها الطائفية والعنصرية بمختلف الطرق والوسائل الى شبوى حيث قصفت ميليشيا المجلس الانتقالي المدعومة من الامارات مواقعة مركز قوات حكومية شمال شرق المحافظة وقالت مصادر عسكرية ان مقر تمركز القوات الحكومية في منطقة عارين بمديرية عرماء تعرضت مساء امس الخميس لقصف بعدد من قذائف مدفعية الهاون من قبل ميليشيا الانتقالي ولم يسفر هذا القصف عن وقوع خسائر بشرية في القوات الحكومية التي ردت بقصف مماثل على مصادر نيران الميليشيا وكانت القوات الحكومية قد تمركزت في منطقة عارين بعد سيطرة ميليشيا تابعة للانتقالي على مدينة عتق واجزاء واسعة من المحافظة بعد مواجهات اغسطس الماضي والتي تدخل فيها طيران مسير تابع للامارات بقصف القوات الحكومية اكد وزير الخارجية احمد عوض بن مبارك الوصول الى توافق مع انقرة حول الوضع والاحداث في اليمن متهما في السياق ايران بتبني وجهة نظر وموقف سلبي للغاية من الاوضاع في البلاد بن مبارك الذي يزور تركيا دعا في تصريحات صحفية المجتمع الدولي الى التعامل مع الاوضاع في اليمن من منظور جديد وعدم النظر الى ما يجري بمنظور انساني فحسب وقال وزير الخارجية ان النظر الى ما يجري في اليمن من منظور انساني فقط لن يحل المشكلة وندعو المجتمع الدولي الى التعامل مع الازمة من منظور جديد وأكد أن ميليشيا الحوثي لم تكن مستعدة لمفاوضات سلام بل تعمل على عرقلتها وكانت أنقرة قد دعت الميليشيا الحوثية للتجاوب الفوري مع دعوات الكف عن التصعيد وقالت أن الشعب اليمنية في أمس الحاجة إلى وقف التصعيد ووقف العنف خصوصا في ظل الأزمة الإنسانية الخانقة التي يعانيها وفق تصريحات لوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أولو أعلن الاتحاد الأوروبي عن تكثيف جهوده من أجل تحقيق هدنة موسعة وطويلة في اليمن وفق ما ورد في بيان له مساء الخميس وقال البيان الصادر عن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابرييل مونويرا فيناليس إن هذا العام كان بالغ الأهمية لتحقيق اليمن السلام في لا سيما مع الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة والتي لا تزال قائمة على أرض الواقع إلا أنها تظل هشة وتعهد المسؤول الأوروبي بمواصلة إسهاماته وزيادتها من أجل هدة موسعة وطويلة من شأنها أن تمهد الطريقة لعملية سلام شاملة برعاية الأمم المتحدة وتعرقل ميليشيا الحوثي جهودا دولية لتمديد الهدنة التي انتهت في الثاني من أكتوبر الماضي عبر وضع شروط معقدة بينما رفضت تنفيذ بنود تلك الهدنة خلال الفترات الماضية بما في ذلك فتح الطرق الرئيسية في تعز قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن أكثر من سبعة عشر مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي وأضاف البرنامج في بيان أن أكثر من ثلاثة أو ثلاثة ملايين يمني يعانون من سوء التغذية إلى ذلك أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أنه تم تحديث التصنيف المرحلي للأمن الغذائي في مائة وخمس وعشرين مديرية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية فيما لم يتم تحديث التحليل الذي أجري في فبراير الماضي على مائتين وثماني مديريات في مناطق سيطرة الحوثيين هذا وأكد برنامج الغذاء العالمي في بيانه أن ميليشيا الحوثي منعت فريق البرنامج لجمع البيانات للتقييم القادم للأمن الغذائي وسبول العيش من العمل في مناطق سيطرتها على العكس في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية حيث تم السماح للفريق بالعمل دون عوائق وقال البيان أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا لم يتمكن من تقييم الوضع الغذائي لليمانيين الذين يعيشون تحت سيطرة الميليشيا الحوثية بسبب القيود التي فرضتها مضيفا أنه في عام الفين واثنين وعشرين زادت تكاليف الغذاء بنسبة ثمانية عشر في المائة في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي وقال برنامج الغذاء العالمي في بيانه إنه في المقابل بدأ جمع بيانات التقييم القادم للأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية منذ التاسع عشر من نوفمبر ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه بحلول أواخر ديسمبر الجاري ووفقا للبرنامج فقد أبلغ تسعة واربعون في المائة من الأسر اليمنية عن عدم كفاية استهلاك الغذاء خلال ذلك الشهر هذا وأفادت الأمم المتحدة أن أكثر من مليوني طفل يمني دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية وأكدت أن أكثر من نصف مليون طفل في اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد كما توقعت الأمم المتحدة في تقرير لها أن أكثر من مليون امرأة حامل ومرضعة ستطال هن المعاناة من سوء التغذية أفاد مسؤول حكومي أن الحريق الذي شب في مخيم عطاء في قرية اليابلي شرق مديرية الخوخة في الحديدة تسبب في أضرار لسبع أسر نازحة وقال مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في الخوخة تامر عبدالجبار إن لجنة مكلفة بالحصر لا تزال مستمرة في عملها لتقييم الأضرار الناجمة عن الحريق داخل المخيم الذي تقطنه نحو خمس وثمانين أسرة ممن أجبرتهم مليشي الحوثي على النزوح القصري وترك منازلهم بالقوة ووفق المصادر فإن الحريق اشتعل نتيجة شرارة تماث كهربائي وقع في بطارية شحن تعمل بالطاقة الشمسية داخل أحد المنازل الثلاثة في المخيم الذي تقطنه نحو تسعين أسرة نازحة وقالت المصادر إن جهوداً للأهالي ورجال الأمن تمكنت عبر صهاريج المياه من إخماد الحريق ومنع تمدده نحو المنازل الأخرى وكان قد شبى حريق خلال الشهر الماضي في مخيم الجشة بذات المديرية وخلف خسائر مدية كبيرة في المخيم الذي يضم قرابة ألف ومائتي أسرة نازحة أجرت ميليشيا الحوث الإرهابية تحريفاً على التقويم الهجري ضمنته صور العديد من قتلاها إضافة إلى مناسباتها الطائفية وفق ما أظهرته صورة متداولة على منصات التواصل وقال فهمي الزبيري مدير مكتب حقوق الإنسان بالعاصمة المختطفة صنعاء إن هذا الفعل يأتي استمراراً لمسلسل التجريف الذي تستهدف به الميليشيا هوية اليمنيين وثوابتهم الدينية والوطنية ومبادئ العبالة والتعايش السلمي والمواطنة المتساوية وأضاف أن الميليشيا وزعت بالقوة والتهديد التقويم السنوي الهجري على جميع المساجد وتضمنته أو ضمنته صور قتلاها وتاريخ قتلهم ومصرعهم كأيام مقدسة كما يحتوي هذا التقويم أيضاً على مناسبات الميليشيا الطائفية والسلالية الخاصة بها مشيراً إلى أن هذا الفعل يأتي ضمن سلسلة محاولات الميليشيا اليائسة في فرض معتقداتها على الشعب اليمني الذي يرفض جميع خرافاتها وتقوصها الخاطئة التي تتوافق مع دعوات الإرهاب وثقافة العنف والتحريض على القتل بكاءٌ وقهر هذا ما عبرت به هذه المرأة عن مظلمتها وهي إحدى ضحايا السطو الحوثي ونهب الأراضي في محافظة إب بعد أن انتزعت عصابةٌ تابعةٌ للميليشيا الإرهابية منها أرضاً تقيم عليها منزلاً متهالكة بصوت مختلط بالقهر والبكاء تشكل مواطنة أنيسة محمد علي الوشاح ما تعرضت له من قبل عصابات الحوثي في مدينة إب من إرهابٍ وابتزازٍ ونهبٍ لأرضيتها أنيسة الوشاح من سكان مدينة إب تعرضت للنصب والترهيب من قبل قياديٍ حوثي يدعى خالد الجوحية وينتحل صفة نائب مديرية أمن المشنة أجبرها على منحه جزءاً من أرضها مقابل حمايتها من المتهبشين كي تقوم بإعادة بناء منزلها الذي تهدم نتيجة سيول الأمطار قبل سنوات لم تجد المرأة أي خيارٍ أمام اللص الحوثي فمنحته أرضها وبعد أن انتصر عليها تركها تواجه مصيرها أمام العصابات الأخرى من أمثاله من ناهبي الأراضي التي ما زالت تحاول نهب الجزء الآخر من الأرض هذا نموذجٌ جديدٌ لعمليات نهب أراضي وممتلكات المواطنين من قبل عصابات الحوثي في مدينة إب الخادعة لسيطرة الميليشيات التي اتخذت منها مسرحاً للنهب والبطش ممارسات الترهيب والابتزاز التي تمارسها العصابات دفعت كثيراً من المواطنين الذين لديهم خلافات على الأراضي إلى عدم اللجوء إلى القضاء الحوثي الذي يفرض عليهم اقتطاع أجزاء من أراضيهم مقابل إنهاء خلافاتهم كذلك تفعل ما تسمى بالمنظومة العدلية التابعة لمحمد علي الحوثي تجاه أراضي المواطنين مقابل حل قضاياهم توسعت عمليات السطو على أراضي المواطنين في مدينة إب بقوة السلاح والترهيب والابتزاز بشكل كبير وما تعرضت له المواطنة أنيسا والشاح إلا مجرد غيض من فيضاء في مسلسل نهب أراضي المواطنين من قبل العصابات الحوثية في ملف التعليم حذرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات من كارثة حقيقية حلت بالتعليم في اليمن خصوصاً بعد إغلاق ما يزيد عن 75% من إجمالي المرافق التعليم خلال الثلاث سنوات الأولى من الحرم التي أشعلتها ميليشيا الحوث الإرهابية وتسبب هذا الإغلاق للمرافق التعليمية في حرمان قرابة مليوني طالب يمني من مواصلة تعليمهم وذكرت الشبكة في تقرير بعنوان الحوث يدمر التعليم أن ميليشيا الحوث دمرت نحو 1500 مرفق تعليمي خلال ثماني سنوات وأشار التقرير إلى أن انقلاب الميليشيا الحوثية تسبب في توقف أكثر من 376 مدرسة عن التعليم بعد تحويلها إلى مخيمات لإواء النازحين إضافة إلى تحويل مرافق تعليمية لمزاولة أنشطتهم العسكرية المختلفة وزج بمئات الطلاب في القتال معظمهم من الأطفال التقرير أوضح أن ميليشيا الحوثي تسببت أيضا بمقتل 1579 معلما وإداريا في اليمن منذ انقلابها وحتى اللحظة كما تسببت بإصابة نحو 2642 معلمة مصير مجهول ينتظر ملايين الأطفال والشباب ممن هم في سن التعليم بعد أن زرعت ميليشيا الحوثي الإنقلابية في طريقهم كل العرقيل التي تحول دون مواصلة تعليمهم بما في ذلك أعباء الجبايات الحوثية التي تثقل كاهل أولياء الأمور هكذا صاح المواطن عبد الله العفيف بحرقة بعد أن طردت اللجان الحوثية ابنه محمد من أحدى مدارس منطقة حزيز جنوب صنعاء لعجزه دفع جباية مالية لميليشيا الحوثية تحت مسمى مشاركة مجتمعية محمد طالب متميز حصل على المراكز الأولى في المدرسة إلا أن ميليشيا الحوثية المدعومة من إيران طردته من المدرسة بسبب الجبايات التي تفرض على الطلاب لتمويل أنشطتها الفكرية الطائفية وعملياتها القتالية ضد أبناء الشعب اليمني كثير من الطلاب طردوا من المدارس كما طرد محمد وآخرون توقفوا عن التعليم وذهبوا إلى العمالة لإعادة أسرهم المطحونة من الحرب التي أشعلتها العصابات الحوثية نتيجة الممارسات والبطش الحوثي في المدارس الميليشيات الحوثية فرضت جبايات على المدارس الواقعة في نطاق سيطرتها تحت مسميات مختلفة أبرزها ما أسمته بالمشاركة المجتمعية لتزويد قياداتها وعناصرها المسلحة بالمال والسلاح لتواصل حربها على اليمنيين هكذا هو الحال في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشي الحوثية بعد أن دمرت المدارس وحولتها إلى معسكرات وقطعت رواتب المعلمين إلى جانب الأنشطة الطائفية وغسل عقول الأطفال وتفخيخ عقولهم وتجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال لم تكتفي بذلك الميليشيات الحوثية بل وصل بها الأمر إلى فصل وترد الطلاب من المدارس لعدم مقدرتهم دفع جبايات لها إلا أن هذا البطش الحوثي سيولد نزعة ثورية لدى المواطنين تقضي على جباروت الميليشيا كما انفجر المواطن أبو محمد بعد أن طريد ابنه من المدرسة لعدم مقدرته دفع ألف ريال جباية للميليشيا خلاص طبعنا أنا أخرج بثورة قلت وقال الإمام علي بن أبي طالب ما عجبت من يجد قوة يومه كيف لا أخرج كاهرة أم شايفة ما أخرج كاهرة نشوفنا يا أكلاء شكى منتجوا بائعوا الدواجن في صنعاء وبقية المناطق الخضيعة لسيطرة ميليشيا الحوثي من زيادة الإتوات والجبايات غير القانونية وأفادت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي فرضت إتوات وجبايات مالية على منتجي وبائعي الدواجن ترغمهم على دفعها مهددة من يرفض بالحبس والاعتقال ومصادرة بضائعهم وتفرض نحو أربع جهات في صنعاء جبايات مالية على منتجي وبائعي الدواجن وهي هيئة المسالخ والمجالس المحلية ومؤسسة الخدمات الزراعية وهيئة النقل البري وحذر منتجوا بائع الدواجن من انهيار هذا القطاع بسبب الجبايات المستمرة مطالبين بإيقافها ووضع حد لتلك الممارسات والتعسفات بحقهم إلى محافظة المهر حيث طالب صيادون سلطات المحافظة بسرعة التحرك لوقف الصيد العشوائي والحد من عمليات جرف الثروة السماكية ودع الصيادون الجهات المعنية إلى القيام بدورها في فرض القوانين واللوائح الخاصة بتنظيم الصيد ومنع الجرف العشوائي الذي يطال صغار الأسماك ويهدد الحياة البحرية كما طالبوا بضبط الأسعار خصوصا تلك المتعلقة بأدوات العمل لتخفيف الأعباء عنهم وضمان استمرار مزاولتهم لمهنة الصيد كمصدر وحيد لدخلهم البترول ان كان عن شيء مساعد البترول من الصياد هالف في البترول ولو يريد انه ينزل في الأسعار ما يستطيع وبعدين يجيبوا لهم أطنات ملايين الملايين وآخر ما آخر بعد ما يجرى فيفك إلى البحر ميت بعد ما يموت الصيد في الجريف شرطوان فك إلى البحر الصيد من البحر من هنا ونحن أصحاب البلاد ارتلأوا في حال فرموت على مسابة 850 كيلو أرخص من هنا في السياق قال سعد بن محمد بن دعنان مستشار محافظة المهرة لشؤون العلاقات العامة إن ثروة السماكية معرضة للاستنزاف جراء الصيد العشوائي ما يهدد مستقبل الحياة البحرية في البحر العربي اليوم نعلن تضامننا مع هول الناس ونحد من عملية الاستياد العشوائي والجر وغلل أسعار وهدر الثروة السماكية من بحر العرب هذه الأمور يجب علينا كلنا نتفق عليها ونحدد لها مسارات ونعالج عملية الحد من الجرف العشوائي ومن غلل أسعار وكذلك من النهب الثروة إلى المناطق الأخرى ومنطقة الغيظة تحديداً ما تجد فيها أسماك حسب المطلوب ختام النشر نذكركم بأبرز ما جاء فيها مطالب شعبية بإطلاق عملية عسكرية لاستكمال تحرير تعز والاتحاد الأوروبي يدعو إلى هدنة طويلة في اليمن قتل وجرح حوثيون بنيران الجيش شمال الضالع والحكومة تدين استخدام الميليشيا للمدنيين دروعاً بشرية وفي المهر دعوات إلى حماية الثروة السماكية من عمليات التجريف والصيد العشوائي دمتم وآدام اليمن بألف خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة